ناقش اجتماع موسع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنوار كلشات جهود رفع القدرة التوليدية في المحطات الوطنية ومواجهة أحمال الذروة في الصيف القادم وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة ومدير المؤسسة العامة الكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة ومدراء التوليد والإدارات الفنية المعنية وقيادة محطة الحسوى إلى تأهيل وإصلاح محطة الحسوى وعددا من القضايا المتصلة بقطاع الكهرباء إضافة إلى وضع المحطة القطرية وإعادة تشغيلها على ضوء العروض المقدمة من شركة بطرو مسيلة وشركة جيئي لإجراء أعمال الصيانة على المحطة وأكد الوزير على أهمية تكثيف جهود إدارات التوليد والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال المناطة بها لافتا إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة أعباء الصيف القادم وسرعة دراسة العروض المقدمة وتقديم الملاحظات الفنية عليها والبت فيها تمهيدا لعرضها على رئاسة الوزراء لاتخاذ ما يلزم والخروج بتقرير متكامل حول أعمال صيانة المحطة في ضوء العروض ورؤية المختصين بالوزارة وصولا لرؤية متكاملة تمكن من وضع المعالجات الفنية المطلوبة وتنفيذ الصيانة بالشكل المناسب بما يضمن إعادة تشغيل المحطة القطرية بكفاءة عالية